الاستقلالية عشان الناس تقدر تفهمها هو ان الانسان ما يكونش دائم الاعتماد على غيره يكون قادر على انه يستقل بمعنى قادر انه هو يمشي في خطوات الحياة ويستطيع انه ياخد قراره ويستطيع انه يجرب القرار ده ويمشي به الاستقلالية بالمفهوم ده واضح انه هي مسألة ايجابية واحنا لازم نربع اولادنا عليها لكن كمان الاستقلالية ممكن توصل في بعض الاحيين ان هي يكون لها اثار سلبية اذا احنا معرفناش ازاي نتعامل معها وضوابط الاستقلالية ايه اعتماد الجيل لو جيل زد على التكنولوجيا بشكل رئيسي في حياتهم هيخلي عندنا تحدي كبير ان احنا لو ما تمكناش ان احنا نقدم لهم اشياء تخليهم حسين باستثمار حياتهم وعيشتهم معانا بشكل رشيد احتمال كبير ان السوشيال ميديا والحالة افتراضية بصورة دقيقة الحالة افتراضية تبتلع حياتهم خاصة وكمان احنا مقبلين على الميتا فيرس فلما يحسوا ان هم بيضيفوا قيمة في حياتهم الواقعية وانهم وجودهم مهم هيملوا الفراغ ده باشياء كثيرة طب اذا ما حسوش انهم ما يقدروا يعملوا الكلام ده هيملوا الفراغ ده بالسوشيال ميديا ويعتبروا ان اي انجاز بيكون في حياتهم هيكون في حياتهم الافتراضية وهو ده الانجاز الحقيقي وهو ده الحياة اللي لازم يعيشوها على فكرة انا مش بخوفكم بس هو ده اللي حاصل ده اللي حاصل وده اللي لازم نقوله واحنا عارفين اني الله سبحانه وتعالى قال لنا بل الانسان وعلى نفسه بصيرة يبقى احنا لازم بشكل واضح نبقى مركزين في ده لان بعض المربين خصوصا الامهات كلمة الاستقلالية دي اللي هي كلمة مركزية في حياتنا دلوقتي بتخليهم دلوقتي يقلقوا بيحسوا ان الاستقلال ده معناه ان ابنهم ما يكون بعيد عنهم او ان وجودهم مش هيكون ليوا اهمية في حياة اولادهم مع ان حاجة اولادهم الاستقلال من اكثر الحاجات اللي لو استثمرناها صح وربناهم عليها صح بتساعدهم في تمتين علاقتهم باولادهم وبتساعد وبتساعدنا كمان ان اولادنا يلموا بشكل صحيح وان شخصياتهم تكون شخصيات متزنة وفعالة تعالوا نتذكر كده كلام بعض الناس بيوردوه بس في مسألة ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان متغاضيا لكن الرسول الله هنا كمان كان بيعلمنا حاجة مهمة في حياتنا دي سيدنا انس بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين على فكرة سيدنا انس كان حر فخدم يعني عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء انتركته لما تركته هنا نقف سنة هو حضرت النبي كان بيعمل كده مع سيدنا انس ليه عشان يعلمه التجربة ويعلمه كمان انه هو يقدر يتخذ القرار وانه من حقه انه هو يعيش حياته وهو مستقل وعشان كده لازم ان في عالم الزراع حتى ده يبين لنا الفلسفة اللي احنا بناخدها حتى من عالم الزراع ان في زراعة النخيل لازم نفصل يفصل الفلاح ما بين الفسيلة ويبقت بيها بعد عن النخلة الام لان لو قرب منها الفسيلة دي مش هتقنم بشكل صحيح حتى قالوا انه لابد ان هي تبتعد عنها في حدود 9 متر ولا حاجة احنا بنربي اولادنا على الاستقلال وضروري ان احنا نعرف عن ربيهم على الاستقلال من امتى احنا بنربي اولادنا على الاستقلال لانه احتياج انساني وبيبدأ بدري يعني ما نتأخرش بيبدأ تربيتهم على الاستقلال ده بدري وبيزهر بوضوح شعورهم بالاستقلال تخيلهم من بداية كم من بداية سنة وستة شهر عشان كده ساعات الأمهات لما تيجي تشوف الإبن وتبصي لي وهو بيلعب وبيتعامل معاها ويزوء إيديها ولا يعمل أي حركة فيها كده نوع من أنواع الاستقلال تقول الأم إيه تطالع دماغه نشفة لمين هو مش دماغه نشفة هو بيعبر على أنه هو محتاج أنه هو يستقل محتاج أن أنت ما تحاوليش تقوم بالفعل بديل عنه هو محتاج يأخذ مكانته عشان يفعل الفعل بشكل يحسسه بوجوده ودي حقيقة في الحقيقة بتختبر إرادته بتختبر إرادته أنه قادر أنه يعمل الحاجات بإرادته فعشان كده كتير من مدارس التربوية بتنصح الأمهات بأنها تدعم حاجة الطفل ده الاستقلالية من خلال تقدم له اختبارات محددة لما تيجي تسأليه وتقول له هتاكل إيه ما تقوليش هتاكل إيه لكن يقول له هتاكل كذا ولا كذا عشان هو لما يختار يحس بأن اختياره ده عمله نتيجة في حياته ويحس بأنه إنسان مستقل ومن حقه يختار اللي يناسبه